اشتركوا في القناة 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 هذا التاجر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت يا تجارة بطينا بط احنا الطبق الاقاتحة نعم انا واحد من امو الطبق الاقاتح طبق التي كلها بس اقول الحمد الله دائما اقول الحمد الله ويني صار في الفقير وهنا قبر شويه التاجر ليش يا اخوان انا خلوني اركز لكم على نقطة واحدة هو موضوع الغلا وايد متشعب يا بيلي يمكن الف رمضان اذا الله اعطاننا امر معكم يعني فوق الف سنة يصير امرين والعمار بيد الله ممكن بس بصحيتي بحيتي الله مالي مالي الحمد الله خلوني ايكم انا بنقطة واحدة من الغلاع الطاحش عندنا خلوني ادش بغلاع واسعار البيوت والعمارات مع لاجرات بمعنى عام ان العقار صاير يعني بالبلد عندنا زعره ماهو طبيعي يااهو طبيعي اخواني شو السالفة جماعة الاعراضي ليه كتيري ليش باللي يعني 400 500 متر سد لا واجه مثل ناش لا زاوية لا بطن وظهر ولا ايشي والسعر فوق على 400 الف توصل ليه 500 الف ليش لماذا هكذا يا اخواني ليش اشتعوي انا بعرف منو فيكم اللي تكلمتو ما دي اكلم منو اوجه العتاب اوجه شكوة الغلاء هذي حق منو انا خابر حماية المستهلك وزارة تجارة اه او مجلس المزرعة مثلا اخواني الافاضي في المجلس الوزراء ما دي او قرفة تجارة وصناعة الكويت وهذا الجيفس اللي اه ما اخنا اي قرفة تجارة ترى مبالغ هذي على اراضي اللي قاعدنا نشوفها مش عدينا الكرام هذي تشتري يعني برا لما تسافر برا اقدر مكان جزر برا مئة الف خمسين مئة الف والله والله تشتري جزيرة كاملة مع الياخ مالها مع الاسطاف مع الدنيا جزيرة كاملة بالشعر هذا ليش لانه لانه احنا للأسف يعني اخواني في دول الخليج وكلنا واحد يعني وخليجنا واحد احنا للأسف خربناهم حتى عندهم صارت العراضي غالية والأجارات غالية ها وتشتري بيت صار نفس الكويت احنا هنا للأسف خربنا دول الخليج خربناهم حسف قاعد يغلدون بالأسعار حلوني يا جماعة الحين تقول بخارشد كيف سوى عطنا حلول اقترح لكم يعني تقولوني انا حلول يا اخوان حل بسيط يا اخي يا جماعة حددوا العراضي هذي طبقوا اخواني سواء في البلدية او في التجارة اين كان المسؤون عن ذلك طبقوا سعر المتر المتر يا اخوان طبقوا صح على المزاعة الارض المتر مربع يعني بش يعني مبلغ بحيث الواحد يعني الشاب لما يتزود مثلا او شي ما ينطر بفترة والآن الصحيح احنا ما يتطول واحد هي الى البيت بحيس الى البيت وين مشاهدين الكرام وين يعني بعيد يعني على أقل الارض تصير بالمتر متر يكون حسب الموقع حسب المنطقة وحسب مناطب يعني واحد يقدر نوعا لو يضغط نفسه يشفيها يمشي هذا واحد هذا وبعدين انا اي اقول على هذال في هناك اراضي اخوانا يعني واحد ياخذ الارض وما يبنيها ويسورها اخواني هذا يعني انت الاب بلدية هذا شغلة البلدية هذا ما اخذ الارض مثلا الارض هنقول ايك 400 متر 500 متر ويسورها ادري فلوس او حلال ارض بس 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 يا اخي هذا امسورها حاط شبك هذا شبك بروع بحث ذاته مخالف مخالف لان مو على ارض لا على املاك الدولة لان برا الرصيف انا عارف انا عارف مو مو بارض حداكم بلية قلتولي يا الله هذا واحد طيب هذا ليش ما تسحبوه من الارض تعطونا تنذرون كذا مرة ترى يا بخارشة اذا ما اردت اردت اذا اذا انت ما يعني تبني ارضك خلال سنة او ستة شرق مثلا مثلا سمي المثال ترى راح نسحب منك الارض ونغار مكبه هذا على اساس هذا لو بيبنينا عمار لو بيبنينا اي شي خلي يسرح اساس العالم تذكن عنده مثلا مو خامت والارض وخاش هذا واحد فيه يا جماعة بلوكات قاعد ياخذون بلوكات كله شعراباتهم وما 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 يبيعهم ينطر ينطر سين اي انا قلنا على الاراض انا والله ما يعني ما الشي كلكم يا جماعة يعني يعني ابسط مثال بطيرة كانت الاراضي على ذا حج من السنة تقريبا او سنة ونص نوع اما اربعمائة متر اربعمائة متر مشاهدين الكرام وما وما بطن ظهر ولا زاوية ترى حد سكوترين يكون جدام البيت بالعرض بطولة بعد سكوتر مو بالعرض ما واجدت يعني حشرة خمست عش المحاري اذكر كانت الارض سعرها يعني مئتين وثلاثين خلال ستة شهر يا جماعة خلال ستة شهر مئتين وثلاثين ألف ستة شهر منو قعد يتحكم بالاسعار منو حل هذا اللي أنا قبل شوي الكيس البني هذا اللي أنا طلعت طلعت وطلعت فشيت حل هذا منو قلونا يا أخوان ما بنعرفه منو يا معاوز خلنا نحاتيه نحف راسه يبكن شوي نقص الخاطرة ينزل بالأعراضي نوع ما خل الشباب يعني شوي محبا الحبيب ما يبي روح بعيد مثلا ما عنده شي سوي يعني مني منك مع زوج يجي وجون وراتم مع بعض مع السبعين مع الدعم ثلاثين ألف يا الله شوية نوعا ما يمشي عنده ما معا من قبل شوية نوعا ما خلو الشعبي تنفس خلو المواطية تنفسهم يا البخيل يا الجشع يا الطماء يا أخي بسك فلوس بسك وحليك بالعافية والله بخارجة ما حاصدكم يا أخوان بس يا جماعة أنت ما قعد تغدمون شي حق البلد ولا حق المواطنين يبا احنا ما نبي الارض بلاش بس لا تحكر هاي تنظر أنت من يصعد العغار تنزلهم بس يا أخي حرام شي ما استفيد أخو يستفيد أنا ما أقولك لا تستفيد بس مو تستفيد مليون ضعف حتى نقول حق منه أنديش على أجارات حتى أيضا أنا هذا قانون الأجارات من حاطة أهم من هذا الشيس هذا الشيس البني قبل قليل جماعة غرف أجارات هاي الفنين موجودين معاي موجودين والله أسأل ما ييبلك واحد يسول يبكي يا جماعة غرف والله الأغزام ما ديش فيها كبك وثلاث ديوان ما ديش فيه اتحاد ملاق لما بالليوان تحترك تبدله على حساب أبدا ولا يرد عليك ولا أي شيء والحارس كلمت أنا كلمت صاحب الملك ومش رادي لا يتكلم صاحب الملك وآس هو حارس العمارة ونفس الملك هذا الملك ما أعطيه الجرين لايت يلعب لعب حالكين يا أخواني يعني أجارات يعني أجارات مو شوية للأمانة 450 500 وما يكن مصابط مواقف سيارات ما فيها أخواني العالم متأذية والسبة سيارتي أنا يديدا طلع ما أوقف عند عمارة ولا بيبان يمين ويصار كلها مضروبة والسبة شنو اليما كيفتح الباب طاح بالباب واليما كيفتح الباب طاح بالباب حت ثلاث حت خص ما كو مسافة يا أخي هذا كلام الغرف التصارخ على الولد جارك رابح يطيق عليك الباب والدور اللي تحتك يقولك بأخير تقصر صوتك شوي ترى صوتك واصل تحت هاي كلام هذين من التينو من الكهرباء هذين ملاك الأقارات المخالفات يا جماعة يا بلح تيام أي بيلا شي وقب سيارتك المراقبة المفتش طالع لأمارات بس هذين من التينو من الكهرباء يا سبحان الله دور بأربع شقيق يصير ست شقيق شون ما حط مل جيمسينبورغ نفذي كورنات لي أبجو ولعب روح ولعب خطأ هذا كلها خطأ يا أخواني كلها فوضة هذا يسمونك حساد إداري يا جماعة حركوا حاكم يا البلدية يا أخوان حركوا حرام قعد تقوموا رواتب من الدولة نتحل المعاشق يا أقي قوم تحرك تحرك حرك نزق سيارات حكومة عندكم تتيات بنزين بلاش كل شيء قعد يعطونكم ممقصر حرك القانون شوفونا قانوني يا أخوان ملينا ونحتي عيزنا كل ما للمشكلة تتواقم كل ما للمشكلة تتواقم ليش أروح برا أنا أبتي أشوف تيني ما كوف هوما والله أبتي والله يضي خلقي على دير تتيني للأسف عتح حجمي إني على أخواني يعني أنا والله إني كلم كلم حق الغلا هذا إني على هذي الملوط المشاريع التجارية عطني شوية مخرج شوية قديش على المشاريع المحلات التجارية المشاريع الصغيرة كل الفلوس اللي عطوهم كل الفلوس اللي عطوهم مشاريع الصغيرة هذي يعطون فلوس بوكت ماني يعني كذا يعني مبلغ ومبلغ ما هو يعني ما هو شوية يعني الطموح بالشباب هذي الأصحاب المشاريع الصغيرة راحت وين البطن هذا اللي بطيت أنا وين الجيس هذا 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 بوكت اللي أنا بطيت وين اي هذي فلوس نك مشاريع صغيرة تعال وفلوس كمين داخل البطن كلها راحت من النماين هذي هناك البعض من ما أنا ما أقول كل البعض من هذي النماين هذي دشرة بطن للأسف يعني هذا أصحاب المشاريع الصغيرة من كذر مو ودافع رسوم وهذا والله 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 لو يبيع لغاح كوفيد 19 حم ما يطلع فلوس كذر من حط في البطن بلتيس الأدم هذا يا أخي بالختام قال أقول لكم شغل أنا قال أفسك أنا أطلع في الداخلية لاحظة أخواني لاحظين أقول أمي ستاجر حبيبي أمي العود أمي العود أمي هاي فنيلتي عمي هاي ورد أنا نظيف عمي هاي شفت عمي هاي فنيلت أمي حفيت و الله فصخت وراح جلطونا ايه فو خبه حقك موضوعنا عن الشهادات السهلة كثير من محبين العلم يكمل دراسته عليه بالعافية ويعطيه العافية سواء مادستير ولا باكلاريوس ولا دكتوراه عن طريق الحكومة أو عن طريق حسابه الخاص ينور مستقبله ينور المجتمع بتخصص مفيد بالعكس نشجع الدراسة وأن الواحد يكمل دراسته حتى لا يصير عمره سبعين موعيب الرياضة والدراسة مهما سويتهم راح يفيدونك البعض استغل الدراسة بطريقة غريبة فجأة بيوم وليلة حاط صورته بالبرامج الحمدلله لقد تخرجته من جامعة كوسا محشي وحصلت على درجة الماجستير ألف مبروك حجي منها إلى الأعلى ويعطيك العافية بس الناس تحوش فضول أو يحوش فضول يعني يعرفون شنو تخصصك شنو تخصصك حجي يقول والله أخذت ماجستير تخصص رائحة زلف الحكم بالشوت الثاني جنزين الشوت الأول الثاني بعد هذا التخصص ما راح يفيد زرع الملعب شنو ما أخذه أو حصلت ماجستير في صرخات المشجعين عند ركلة الجزاء ليش يبقى صرخات لا تحترم عقول البشر نشتر على نفسك منزل عشاء على خمسة أيام الفائز بغزوة الأخ مو متخصص يعني الواحد يكمل دراسته بس أنت ما كمل دراستك أنت نزلت من المستواك التعليمي لو كنت ابتدائي خلك على الابتدائي لو كنت بالمتوسطة خلك حتى لو عندك شادة تنوية وما تبي تكمل خلك بس لا تدرس هذه الأشياء ابتعد عنها هذه الأشياء تدمر الشخصية ما في احترام حق العقل البشري اللي أقوى منه اللي يحط صورته بالبرامج بالانستجرام أو تويتر إلى آخره مع ثلاث أكاديميين أو أربعة لابسين أسود شنون فرقة أعدام هذول اللي يشرفوا على شهادته طبعا واحد منهم وهو الهارد ديسك وهو اللي يطبع أو يألف التخصصات الغريبة هذه اللي ما لها معنى الثلاثة شغل تغليف وطباعة وتسليم منسقين الوظايف بينهم ويقول تم حصولي على شهادة الدكتوراه قل دكتور بشنو باثولوجية رمية التماس على الخط العشبي شنو يعني اللي 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 معنى في التخصص هذا أتوقع السمك أذكى منه على الأقل السمك ماشي بحياته يعكل ويشرب وينام ممأذي أحد ولا يخلي أحد ينقد عليه أنت فتحت أبواب عليك صراحة شنو الخطوات علشان أنت تسوي هالأمور المشينة أول شي تروح تسجل بالجامع في أي دولة كانت يعني ويقابل الدكاتورة ويشوفون ويها وتحديد زلفة وكل شي أمور طيبة ويطلبون مننا طلبات معينة آيفون X 3 أندرسكور لابتوب آيباد طبعا اللابتوب يكون حق الهارد ديسك اللي هو رئيس الفرقة لأنه هو أكبر بالعمر والخبرة عنده أكثر فيستاهل الهدية الأقوى هذه الطلبات يعبيها الطالب المجتهد هذا ويرجع ديرته وبعد خمس ستة شهر يرجع لهم مر ثانية مع البضاعة يعني يدخلوا الجامعة مع آيفونين ولابتوب وآيباد هذه ورشة مو جامعة يعني ما في احترام لكلمة جامعة الإنسان الطبيعي يستر على نفسه يعني يستر على نفسه ويحفظ كرامته يعني أنت خذت شهادة المفروض ما تقول عنها شهادة خلاص اخذ الشهادة وارتاح استر على نفسك يعني لا تعلن للبشرية أن أنت إنسان أخذت الشهادة عن طريق الرشاوي أو عن طريق الهدايا لأن التسجيل في هذه الجامعة مبلغ التسجيل في مبلغ ثاني زيادة هذا يتوزع غير الآيبادات والتلفونات وفي واحد شاحن غسالة يفتح مصبغة كلاس ثري ما أدري لش طبعا كلما سعر الجهاز الإلكتروني زاد 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 اسم التخصص تعقيدا وغباءا باعتقادهم أنه علاقة طردية مفيدة لكن هي علاقة تشريب يعني الوضع مو شي أنا بس أقولك سؤال الآن أنت أخذت شهادة عن طريق الرشاوي والهدايا وال اللي هو وبعد ما أخذت هذه الشهادة ورحت صدقتها بالتعليم العالي عندنا ومن خلال تصديق هذه الشهادة حولت حق مكان عملك وتم إضافة راتبك زيادة أخذت على راتبك عن طريق هذه الشهادة هل ما بيكلمك دين أنا أنت يمكن ما تعرف هالشي بيكلمك عن طريق الشهامة المروءة الشخصية صح هذا ولا غلط أنت يقول لي صح ولا غلط توكل عيالك من فلوس شهادة أخذت عن طريق الشبهات فكر فيها أعطيتها فلوس وقدمت حق واحدة دي عشان يعطيك شهادة هذه الشهادة أخذ فيها زيادة على راتبك وقع تصرف منه على بيتك حلال ولا حرام خلك من حلال الحرام صح ولا غلط ما أدري أنت ش تقول كيفك فكر فيها باثولوجية ضرب ركلات الجزاء كيفك المشكلة أن كل مكان يكتب دي أو حرف الدال دي آر دي كل مكان يعني لو بيده ينحت على جبهته حرف دي أن الناس لازم تدري أن أنا أخذت بي أتش دي تدري يعني شنو بي أتش دي اختصار شنو أنا ما أدري بالضبط شنو اختصار إن شي عود شي كبير بي أتش دي الناس تتغرب سنين وتقعد بعيدة عن أهلها ويعيش بالدولة اللي هو قاعد يدرس فيها علشان يرجع معاه بي أتش دي ست سبع سنين يدرس تعب سهر يقرأ بحوث مراجع المخ بس يتشرب دراسة ما يقدر يسولف بأي شي علشان ياخذ البي أتش دي شي عظيم والأخ رايح لثلاث مرات الجامعة وما أعطينا شهادة ليش رايح ثلاث مرات حلاق هذا مو مو جامعة يعني أثر على نفسك خذها وخذها الزيادة وانتساكت وشيل هذه الأشياء من من حياتك الاختصارات هذه اللي ما لا معنى خلاص وقفها في دي كاترة جراحين أنا قل أكلمك حقائق جراح عالمي ومسوي عمليات نادرة إذا قلت لدكتور بالشارع يقول لك لو سمحت لا تناديني دكتور نادني باسمي يستحي أو إنه خلاص يعني ليش الألقاب هذه وانت ما أخذت لي بشهادة حمسة تربيان ويقول لو سمحت نادني دكتور أو أنا دكتور زي فرضا أنت رحت خطبت يا الله أنا وياك الحين رحت خطبت بتتزوج فاسألوا عنك أهل البنت وقالوا حق والدتك أو والدك شنو شاهدت يقولون دكتور دكتور يا يخطب بنتي حلو خير رياينا تروح تقعد مع أبو البنت شنو شاهدت قلالوا لي دكتور وأول ما ديش هلا بيش دكتور تقول لها تخصصك اللي أنت أخذتها وحطيتها وراك بالإستقرام والله يقلب عليك طاست الفستق طلع برا عرفت لا تقول دكتور ولا تقول ولا شي تبي تدرس بشكل صحيح تبي الناس تحترم شخصك أدرس شهادة صحيحة أخذ شهادة صحيحة علمية أكاديمية أتعب هذه نصيحة مني لكم وإن شاء الله تتقبلونها بسعة صدر احنا يعني أو خابرين المعاكسات أصدق في الله العظيم هذا سيء فعلا حالي الملاحق يعني ورا هالبنات مثلا تحرج فيهم وبصراحة يعني البنات الله يكون معونهم متأفين ياما بنات يعني عملت حوادث ياما بنات يعني توفت بالحوادث وسبها هالشباب هناك البعض من الشباب اللي يلعقون هلو الظاهرة هذه يعني هالفعل عمرية اللي ذكرتها لكم بس الآن هالأيام يعني كاعد نشوف أو قبل بيترى حكس ذلك أنا قلت الشباب عما الآن قاعد نشوف أنا يعني الكبار بالسن هذين المتقاعدين صراحة صراحة واللي أعمالهم تتراوح الخمسينات والستينات وحب وحب منهم وحب منهم بخار شيء بس ما عندي هالأمور الحمد لله وطبعا أنا أقول البعض منهم للأسف حينما تقاعدين لأعمالهم اللي ذكرتها للأسف يعني أعتقد أنا مخم ضرب أو ينو رسمي يعني بصراحة يعني ما حلو شكرك مو حلو بتعاكس حتى يد ما شاء الله بابعوت ها شيء بابعوت يعني أنا هبتكلوا ألبس عباية على بس لا تشف بلي هذا ما يوقفوا لي يمكن لو شوف لي واحد شيني بتشكنم ها أو عمار عمار زميلي يعني يشمح لي بأمرا ألبس عباية عمار جسمه حلو وهذا ألبس عباية ويدين ما شاء الله ملس بعد أخلي يطلع يدين أي أشغ هذين متغانين قاعدين بالسيارة يشوفون عمار هذا شويك ثاني وممنوع فوق تحت يخالف ويبتون بين السيارات علشان يشيل أحمار اتبع لي معمرا حبيبي عمار أنا قاعد يعني أشغ بالعنق ما يوقف لي أنا مي يوقف لي ما شاء الله واحد شواقف لها بس حبائها بالشارع هاذا 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 بتخيل لو أشغ مي يوقف لي هاذا اللي بعين ما يوقف لي المهم يعني هالنوعية لاحظ معاي عزيزي مشواد أنتو شايفين بالأسواق وبالمولات برايح السالمية وغيرها وغيرها لمو هالفين العمرية هاذي اللي أنا الكبار بس المتقاعدين عندهم السوق صاير دوام حال حال دوام أبدا لا تقاعد الله ما انتقل من المكان يا مكان اللي هو السوق اي يو اش اكدت لكم مولات أو أسواق مفتوحة يعني انت الحين يعني عزيزي انت قاعد يعني حبيبي يعني انت الحين ما عندك شغل يعني كلش ما عندك شغل يا أخي اللعب لك شوي رياضة رياضة شوي إذا انت حاس ملل أو ضيجة شوي رياضة انت شايف بطلك تقول بطن سلحفات صعيف يا أخي خفف اللعب رياضة شوي ميشي على الخفيف دوانية دوانيتين عربت أنا من لأني ما أقول كلام بالجائحة مثلا الدواوين طبعا أنا من الناس اللي وقيت صراحة بعد الاجتماعي وأيضا شروط وزارة الصحة الأمانة أخيري يا أب بروح أنا أنا أدري أخوي سيقان قد تقول سيقان مرتبباي ها كرش كذي بطبط سيقان مرتبباي نسمح لي ما يخالف حذك دمك وحسنك من قذب المولاد والله ما قمت أجوف الشباب أنا أنا ما قمت خاصة بالأسواق الشعبية مثلا مباركية أنا ما كلي ذكرت لكم أنا ما قعد بشي قال أجوف هذي اللي حقوم بالحريب والله أشوفهم بصراحة من بعيد وهذا أتبتهم أشوفهم يعني أمم مو شايفين يعني هذي إحنا الحين هذا اللي يضبط نفسه أحلان أخو أنا مضبط نفسه علشان أطلع بصورة جميلة حق المشاهدين الكرام وميشير بعد أنا التلفزيون الرأي نطلع بشكل مهلو بالمعاذيب ما يرضون علينا ما يرضون علينا أكيد أكيد هذا اللي يضرب له سيقما صبق سيقما هذا أشو الداق الملك الله قلت من بيت ويطق الشربات والشعار وعذا قام يرمبون الزلوف عشان يجذب الانتباه يجذب أنا بصراحة الزلوف حاطم زمار أمانة أنا أحبي يعني الشغل كلاسيك عندك صورات والأمور هذه هذا الحبيب ها خرب له هالسيقما هذا بعد هذا أنا أفتكر هذا حتى تلقى ناس نفس 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 بعضهم يعقلون أو تلقى فغير عن شوية شعرة شعرة بضبط نفس بطن البانيو أصلا شعر بش يلبس لكاب إذا كان يلبس يعني كجول أو إنه دشتاشة يلبس ويطعين بالهبة هذه الآن وعليه كاب حلو دشتاشة أو كاب حلو هذا مثلا يطير يعني تحوشك أنت عاصمة سونامي لغدر الله أو عاصبة يطير منك الكاب هذا الشيء شنو بلاوي بجمجمتك تلقى الله هو أكبر البعض منكم أنا قاعد أقول طبعا أين عم حتى الغطر اللي خابرين نسبة الديتش وفي نسبة نسبة الديتش يصير بالغطر المهم أعلى هذا الحبيب أنا شفت واحد منهم هارفة مش راتين القرب طبعا لابس جافية من هذي اللي قاعد أسهول في عنهم يوم تققت على رأسي يوم يعني زومت وقضط لقمة رأسي زومت عليه ولا يعني حالق صراحة هذا شوية رب العالم معطيه شعر بس معارف شون يتحكم معارف شون يتحكم شعر ولا قص قصة القحفية قصة الملز هذه قصة القرود أنا أسميها بس شعر ودار مدارة كابوريا ما يسمونها وكل يعني مقرع دار مدارة بس قحطيها حاطفوك قال أول مرة أنا شوف قحطيها سودا حاطين راطس قحطيها خطيها جميع بسرحة يعني وحكني يعني كنت هاي شنو فلعب را شكرا قدر الله يا بفلام يقول له أبو خرشيك هذه الموابع الحين يبون شبه كلا منزل شرابات بحيث يعني منو مانا كانت يعني صاير لوني صاير والله لوني كهلي صاير وكذر ما هو مقمج الصبق كانت أبو فلاب ترى مو حلو حليك هذا الشبية يعني هالقصة هذي يقول له أبو خرشيك حر علي يا أخوي وحنا صيحي وانا بريخوا هذي قصة ترى حلوة تردنا الشباب والحبيب مصدق نفسه للأمانة يعني مشاهدين القراب المو ما أعلم أنا هم شفته في مكان ثاني مرة أخرى بعد هذا مكذر ما يقز يعني أنا أروح مشاهدين تقولوا أبو خارجة كنت قاعد تقزها سيد منها أنت أنا هروح يعني أخذي جاكيت يعني مثلين أخذي بدلة شيء غميص مثلين أصادف معاهم هذي لوايد والأمان يعني يرحبون فيني سلمونة حالة مرة واحد من هالنماين هذي ها قاعدين على طاولة ومعا واحد ثاني نفسه ودار ما دارهم من يعني باعتني من هذي لأ يعني يعني هالجاليهات الأسوية اللي مقاعدين باعتني سواء وهذا ممصدق يضحك الله الله يضحك يعني يضحك عندما يضروش عندما يضرس فوق درس فوق درس فوق درس فوق سواء هذي لأ هذي لأ هنقول أعني يعني هذي كبعا هانا كانوا تي ثلاث بنات من الجنسية اللي أسويها الله يعفظ لجميع الأشياء هاي واحدة فيهم شيطانة طلعب عليه طلعب عليه بايش مشاهدين الكرام طلعب نبوك هموه أول من الأساس مو كانوا قاعدين بعضه وفطاولة 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 بس هاي كل ما تتين من الفاتورة يقول خلوه علي وهي ما تصدق بعد ها خلو الفاتورة علي هانا عشن هوا تاكيو تاكيو سيف تاكيو هاذا قام كان هاي سيت وياقان قام يا قاعد معهم كيني تصالفة كانت ايه كيني أنا عكستها أنا تسبكت قام يا شيء يقاعد معهم وذي اللي تشافوا الطعم ها ما صدقوا وهذا الحبيب هات يا مشتريات وبيش هات يا مشتريات وعلي كيني شاعدتي بلا الفاتورة ايه ايه هانا دكتي من هادا هادا تاكيو حلو هادا وواد ويبتح ويبتح هالبوك والوكروت تشتغل تشتغل يمكن هادا قطلي يعني اعتقد انا مو اقل من امية دينار خلال ساعة الزمان بال بل مكان المطعم اللي قاعد فيه بالنظر ومو قاعد يا او مكان بلا ساعة قوية رجل نفسك شوفوه عابا يعني شوفوه ربيطة شوفوه ممصدتك الحبيب اخ شيء يبا ما يعطونك وين عود انت يقول احنا ما قاعد اججعك على امور هال ولكن انت عود يبين معاك مو تصبق سيك مو تصبق كرومة كرومة خبرت حط ضيكة واذرك عام يبين عليك عود يبا صعب صعب تروي الشباب يا الحبيب احنا وايد والله مش تخبين بطراحة ويتحرشون حتى في بنات يعني غير الجناس الاسوية حتى في بناتنا ساعات يعني يمكن صاير مع البعض من الخوات قاعد يجوفوني الان ويزفونهم قاعد يزفون يعني امانة حني استحروك عيب والله عيب عليك يعني انت عن اخو ما بي اقول لك سير جب لك استغفر الله بس جاب الربك على الحبيب ما موضى بعد كدر ما انت يعني انت بس قليك بحتك والله يا اخي شوين والله بتلقى مرتها ما شاء الله عليه جميلة جميلات ما شاء الله وش حالاتها جينها صاينتها وشايلة البيت على راسها بحش البنية عادم هذين من هذين من هذين مش تخفون شوفون لما ادشون المقاي او شيء اذا فتحوا المقايب بعدين شوفوا مقايب تلقى يو جريدة قاعد يخوز ياخذ لها زاوية مكان كدر على اساس يخذ بالامرات ويسول يعني وانا قاط خيطي قط خيطي تما تعرف تفرق بين هامورة وزبادية تقول ان قاط خيطي روح العالده ثروسك لقد تلقاط من المية الدينار على ذلك اما عالده ثروسك مو حسلك البعض ينفصل بكل هدوء وتفاهم واحترام متبادل علشان الأطفال لا يتأثرون كثيرا في هذا الانفصال الأبو يشوف العياله متما يبي الأم تشوفه متما تبي ما في محاكم ما في أي مشاكل أنا أتوقع أو أحس أن هذا أفضل نوع من الانفصال لكن البعض يستخدم الأبناء لمحاربة الطرف الآخر صاروا صواري خمساكين يعني مثلا لو نقول أن اليوم دور الأب يطلع عياله طول الطلعة يشيش الولد أو الأبناء على الأم هذه مصاحية هذه مينونة حشاكم هذه تمشي وهي نايمة للمطبخ بالليل سواها عتوي يعني جسمك تنا حلوة ليش الحلوة تهمس في أذنهم بهالطريقة وإذا كانوا الأبناء عند الزوجة مثلا أقصد أن الأبناء كانوا عند الزوجة والأب يطلعهم أن تسهرهم بالليل قبلها علشان لما يطلعون مع الأب أن ينامون بنصف تطلع ويردهم بسرعة إبليس مستغرب من هالخطة يقول أنا كلش ما لي دخل بالفكرة هذه تس نات مي عفيني إبليس قال عفيني طبيعيا اليابي اليهال يعني يابي لهم الأفضل ويعتقد أنه رح يقدم لهم أفضل من الطرف الثاني هذا الشي طبيعي أنت تستذبح على وجود عيالك معك يعني أنت تقدر تعطيهم أكثر من الطرف الثاني يعني محاكم ومحامين وقضايا كل هذا عشان الفلوس وما في أي اهتمام بمشاعر وأحاسيس الأطفال يعني هذولي بشر موضة فادع فيه إحساس ويشوف وهذا الشي رح يأثر فيه بالمستقبل أو أيضا بالوقت الحالي بعلاقاته مع الناس وشخصيته ركز إذا الأب فاز بالحضانة البعض منهم طبعا أنا أقول لك حالات البعض إذا فاز بالحضانة معنات أنه رح يعطي وقته حقهم ورح يعتدل بحياته يعني يعني يعدل بوقته حقهم وحق نفسه بس ما أعتدل للغيال اليهال مع السائق بالمجمعات يمشون يلعبهم ووكلهم بس هو المهم يحط فلوس بيدي يعني وهو ينام الأبو يرجع من الدوام ينام ست ساعات العصر وقعدا يقوم يروح الدوانية ليش نايم ست ساعات العصر باندند مو باندة يعني على الأقل احترم اسمك اللي موجود بطاقة الطفل المدنية مو قعد تحترم أنت بعض الأمهات إذا فازوا بالقضية وصارت الحضانة عندهم على أساس أنها رح تقدم لهم أفضل شيء أو أفضل من ما يقدمه الأب البعض منه ش تسوي تروح قهوة قهوة فيها شيشة وماخذ بنتها اللي عمرها ست سنين يعني ست سنين من قاعداتها بقهوة مسكينة هذه بعد عشر سنين تصير معلم ولعا مسويت لها بوف وحطت لها مكياج ولبستها لبس راقصة معتزلة أنها تواكب معات الموضة لشان ما تصير شكلها غير عنكم أنت وساحرات تنزانية اللي قاعدين على الطاولة وشنو المشاهد اللي تشوفها الطفلة بالقهوة سألوهم أبو حديدة يسلم عليك وعبويد أبو عنقوس يتحرش من بعيد يعني هذه المشاهد أو الأشياء المفروض ما تشوفها الطفلة أنا ما ليشغل بحياتة الشخصية ركزي أنا ما ليشغل بحياتة الشخصية عيشي كما تشاعين لكن لا ذنب للطفل أن يشاهد هذه المناظر هذا الطفل يبي يلعب يبي يلعاب يبي يركب بوني يبي يناقز في نقازية وشتري ببكورن بالقهوة ما في ببكورن في فستق يعني ليش لمذابح بالمحكمة والاستذباح الغضية القاضي أدري أن تتحرقين ثلاث روس زغلول باليوم جدها بالبنية ليش يوم زغلول تفعلين هذا الشي منظر بشأ لما تديش قهوة وتشوف بنت صغيرة يعني بنت صغيرة قادة في هذا القهوة الناس تقول لي ينتج دراك وين شفت أنا سلم بو حديدة ارتحت أنا بس أبي منكم انتفكرون بمستقبل الطفل بس ما ما نبي شي زايد منكم انت عشت حياتك واخترت طريجك هذا الطفل لا حق انه يعيش طفولته ومراحل حياته الطبيعية ما عمري رحت هنا قهوة ما عمري ست سنين انه شي خارج عن الطبيعة هذا البعض في قول يعني مخترع حل يعني وسط يعني عشان يريح الطرفين والأمور تصير طيبة يقول لحق زوجته وهي تقول له لا لا نبي ننفصل ولا نبي نطلق ولا شي نعيش ببيتنا عادي بس انت في غرفة وانا في غرفة كل واحد غير مسؤول عن الثاني عيش حياتك وانا عيش حياتي انا اسافر انت تسافر ما حدي حاسب الثاني بس علشان جدام العيال نكون موجودين هذا زواج حصن مو زواج انسان شون ترضى انك تعيش هالعيشة يعني من اهم عناصر رجولة الغيرة وانك تكون الرجل المنزل ولا هالشي انت فاقدة من فترة مشكلة ان هذا الشخص نفسه اللي يرضى بالحل هذا يسوي ندوات عن كيفية الحفاظ على الزواج والعلاقات الزوجية وكيف تكسب قلب زوجتك وتقدم لها هدية وهي لا تدري وتفتح لها صندوق في قلب حب وتيب دب علي عطر يسولف ندوات والناس عبالهم انه هو المثالي الزواج اسمه يدروا ان الوضع حضير بالبيت هذا المكتوب هذا نصيبك ما حد يقدر يتحكم بالقرارات هذه طبعا لكن اهم شي تفكر في الابناء هذا اذا كان في حنية عليهم وانك تحبهم صد في ناس يفقد حبه لابناء وحنية ما عنده ما يحبهم وانك تزوجت لماذا تزوجت يقول العبالة طالعين طراد ويا الربع تزوج وانا تزوجت خلاص انت مو قد لا تسويها في مشاكل تنحل تقدر تحلها بالتفاهم وكلنا عارفين هالشي عادي طبيعي مشاكبين زوجين بس فيه شغلات ما تنحل واذا ما انحلت افترقوا بالمعروف خل بينكم مودة شوي هم عيد وكر علشان الابناء ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا